استيقظ إبراهيم الطوكي النازح من مديريته بمحافظة صنعاء إلى مخيم نور الشمال مدينة مهرب ليجدى نفسه وصد عواصف رملية مصحوبة بأمطار غزيرة والتي أسقطت خيمته وأطلف جميع محتوياتها من مواد غذائية وأوان وغيرها الذي حصل اليوم قبل الصلاة الفجر عواصف رعدية بدون مطر وعواصف لم نشهدها من قبل الأول مرة هذه قدرة الله أولا فحصل أنه انتهت البيوت انتهت الكنترات انتهت المخيم بأكمله تجد هذه الأسر نفسها بلا مأوى أو غذاء أو ممتلكات بقيت أمام عينهم القليل من الأواني والملابس والفرش التي كانوا يملكونها وكأنها لم تكن الأطفال والنساء يعانون بشكل خاص إذ يجدون أنفسهم الآن في العراء يواجهون ظروفا قاسية دون حماية حدث ما ليس كان في الحزبان ولا نتوقعه ورحمة ربي وقدرتها ما بانقدر انحنا يعني ناوي انفسنا منها وما لنا بعض الله إلا السلطات المحلية السلطات المحلية والمعنين والجهات المعنية انهم ينظروا لحالة النازحين ويقاوهم وحالة الطارقة يعني الناس مشردين خارج كلا مع عيال ورحمتها هذا الوضع زاد من تعقيد حياتهم التي كانت أصلا مليئة بالمعاناة فقدان كل شيء يعني أنهم يضطرون للبدء من جديد ولكن دون أي وسيلة تساعدهم على ذلك لم يعد لديهم مأوى يحميهم ولا طعام يسد وجوعهم ولا ملابس تقيهم من تقلبات الطقس بدورها أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات نازحين عن إحصائية أولية لضحية الأمطار والسيولة ودعت المنظمات الإنسانية إلى تكثيف الجهود بسرعة لإنقاذ الأسر المتضررة والاستعداد لمواجهة المنخفض الجوي المتوقع أن يضرب المنطقة مجددا في محافظة مأرب تسببت هذه الأمطار والأسواق الرعدية بضع كبير الأسر النازحة داخل المحافظة حيث هناك إصابة وهناك وفاة وعدد من الإصابات طبعا لا زال فريق الميداني في الميدان شغال لرصد هذه الحالات التي تضرت بسبب الريح والأمطار في محافظة مأرب محافظة المحافظة أضو مجلس الرئاسة ووجه جميع المكاتب الحكومية بالتعاون وإغاثة هذه الأسر المتضررة ومع استمرار تقلبات التقصى يظل نازحون معرضون لمثل هذه الكوارثة من ما يؤكد الحاجة الملحة إلى توفير مساكن مستدامة تحمي كرامتهم وممتلكاتهم ترجمة نانسي قنقر